السلام عليكم في معلومة جديدة تعلمتها وحاب أشاركها معكم للتشبيك وبناء العلاقات مع الأشخاص والحسابات على منصة لينكتين في كثير نصائح وأسرار نحن لا نعرفها ففي حركة حلوة عجبتني صراحة تعلمتها جديد وحاب أشاركها معكم واحدة أنه يمكن نستخدم فلاتر البحث للبحث عن وظيفة مثلا فلنفرض أنه أنا أبحث عن وظيفة في قطاع الاتصالات أو قطاع البنكي عندي في البلد فأهم شيء أهم شيء أنه يكون حسابي مميز ويكون أبتمايز لأعلى درجة هاي أهم شيء ثاني شيء منيجي عند البحث ونضغط هنا من كمبيوتر بعدين منحط انتر فرح يطلع لنا بحث كتير نحن منبحث عن بوست عن منشورات بنروح على الفلتر هنا في عنا أكثر من خيار في خيار واحد أني أنا ممكن أبحث عن كل المنشورات للأشخاص في دائرتي في قطاع معين وممكن أبحث عن شركات فإذا بدي أبحث مثلاً عن قطاع البانكينغ مثلاً فباجي هنا author industry فأنا بدي أشوف المنشورات في قطاع البنوك مش مهم أنه يكون عندي في نفس المدينة ولكن في القطاع الآن نحن نبحث عن القطاع فأنا حابب أني أتميز وأبني علاقات مع قطاع البنوك عالمياً كيف سيأتي؟ سيشوف هنا محتوى منشورات من أشخاص في قطاع البنوك فأصير أنا أقرأ في هذه المنشورات وأحاول أختار لي أشخاص معينين وأترك تعليق مبهر عندهم هذه أول طريقة طريقة الثانية أنا أريد الشركات الموجودة عندي في البلد أو المدينة فباجي هنا بضغط على سيرتش البحث بعدين بضغط على منشورات بوست بعدين بروح على أول فيلترز بعدين بنزل على أولثر كامباني أولثر كامباني أولثر كامباني بحكي لهم أنا أريد منشورات من أشخاص في الشركات التالية لنفرض أني أنا ببحث عن البنوك أرب بنك مثلا هذا البنك العربي في الأردن في اتحاد البنك بنك الاتحاد في هاوزنج بنك هاوزنج بنك هاوزنج بنك هاوزنج بنك فأبحث عن أي منشورات من أشخاص يعملون في هذه البنوك فرح أشوف هنا هذه بعض المنشورات محمد السوقي بنزل منشور لألي كمان وهي شكله بتابعني فممكن أنا ألاقي منشور أني يكون محرز وأقدر أني أدخل على هذا المنشور بتعليق وأترك تعليق لهذا المنشور أنا لدينا شخص واحد أكثر فقط ممكن أعمل نفس الشيء في قطاع الاتصالات أو شغلات ثانية أي بنك الاتحاد باسل القداء أنا حسام من بنك العربي فهنا ها هي الأشخاص لما أبحث عن هذول الأشخاص سأحاول ألاقي إذا في عندي وفرة من النتائج الأشخاص اللي يعملون في قسم الموارد البشرية أو المدراء الكبار اللي لهم فترة جديدة حديثة في الاتحاق بهذه الشركة فأجي مثلا دلال موجودة في بنك الاتحاد ودلال نحن لا نتابعين بعض سأرى قسم الأنشطة سأرى المنشورات التي نزلتها قبل 9 ساعات من النتائج من النتائج ممتاز 20 سنة عام في المنشور أعلم في المنشور هنا في تعريف عن دلال فأنا ممكن هنا أترك أنه ماشاء الله تصيرها ذاتية رائعة أتمنى لكم التوفيق في عملكم بشكل كذلك ممكن بالعربي ممكن بالإنجليزي حسب اللغة التي تعتمدها في الانكدين سوف نقوم بعمل هذه مرة و مرتين و ثلاثة خلال فترة أسبوع و تقريبا أسبوعين مثل الشخص نشط سوف يرى أنه هناك واحد مهتم بالمحتوى هذا رقم واحد ف ردة الفعل ستكون واحدة من ثلاثة أما أنهم سيجاوبون ممتاز صار في بيننا الاتصال اثنين ممكن يزوروا حسابنا و يشوفوا أنه لدينا محتوى و عنا حساب مميز فممكن يعملون متابعة ثلاثة ممكن أحد من دائرة معرفهم بالشركة يشوف المحتوى فأنا كسبت وصول لمحتوى في الشركة اللي أنا أبغى أقدم عليها للعمل إن شاء الله تكون هذه النصيحة مفيدة لكم